الطائفة الأحمدية أو القادنية الخطر القادم بعبات مشرقية المذهبية وهي المسألة التي صنفرت لها مفاصل الدولة ودوائرها خصوصا وأن هذه الفرقة البطنية السرية الشبكاتية لا تعتمد على العمل الجماهيري وإنما على العمل الجواري السري وهو ما ترجم في توقيف مصالح الأمن والدرك الوطني خلال الأشهر الماضية لما يقل عن 77 عنصر من عناصر وأتباع هذه الطائفة التي صنفها فقهاء الدين في خانة الخبارج غير أن محاصرة هذا الاختبوت من قبل الدولة جعل من مهندسي الطائفة الأحمدية ينقلون مخططهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي والأنترنت بصفة عامة من خلال الترويج لأفكارهم واستهداف رواد هذا الفضاء من الجزائريين وهو ما جعل المسؤول الأول على قطع شؤون الدنيا محمد عيسى يدعو ويطالب الآئمة والقائمين على المؤسسة المسجدية بولوج عالم رقمنا وفتح صفحات عبر تويتر والفايسبوك لتمرير الخطاب المسجدي والتواصل مع الشباب لحمايتهم من المؤثيرات الخارجية والأفكار الأحمدية فهل سيستجيب فرسان المنابر لمطلب الوزير؟ إذا أردت أن تطاع فطل ما يستطاع فإذا كانت الأشياء لا تكلفهم ما لم يأكل أو يشرب أو يعيل أهله فهذا شيء تجوز الحد إذن لا بد أن نفرق بين هذا وذاك نحن الدعوة الأدبية نقبلها ونحن نتواصل مع المجتمع الجزائري بأساليبنا وبطرقنا بما نستطيع أما أن يكون شيء ملزم فلابد أن يقول لهم مقابل مادي لأن هذا الأمر يكلفك ماديا أما دفاعا عن بلدنا فنحن فداء للوطن ما تحتاجنا الوطن فنحن له جند مجندة إلى يوم الدين أكيد الطائفة الأحمدية باتت تشغل بشكل كبير التكنولوجية الحديثة لتربيج أهدافها واستقطاب أكبر عدد ممكن من المنخرطين الافتراضيين قبل توجيه هؤلاء الأفراد إلى القادة المحليين عبر الولايات لتوثيق الانخراط وهو ما تفطنت له السلطة الأمنية والدينية في الجزائر وشرعت في محاصرته اشتركوا في القناة